لسه كلامنا عن رياضة مخلصش ومكملين طبعا فوز للزمالك على فيوتشر والأهلي على المقاصة وبيراميدز على البنك الأهلي موسم الحقيقة بيشهد إثارة كبيرة جدا على مين يحسم لقب الدوري المصري ده غير بقى كمان مباريات فرق آخر الجدول اللي فيها كمان حماس كبير جدا لعدم الهبوط خلينا نتكلم أكتر مع ضفنا أمير نبيل الناقد الرياضي صباح الخير عليكم نوالنا في صباح الخير يا مصر صباح النور أهلا بحضرتك وبكل السادة مشاهدين أهلا بكم أهلا بكم خلينا في البداية كده أتكلم معاك عن ماتش الزمالك وكمان وفيوتشر والفوز الزمالك طبعا على فيوتشر شايف الماتش ده زي وطبعا ناتي الزمالك بالتأكيد يعني عنده دفع معنوية كبيرة بعد الفوز ببطولة كاس مصر حساب الناد الأهلي بطولة كاس مصر المؤجلة من الموسم الماضي والاستكمدت في الموسم الحالي فبالتالي يعني عنده دوافع كبيرة برضو سلسلة الانتصارات لحقا على مستوى الدوري بتدي حافز اللعيبة أكتر أن هما يوصلوا الانتصارات خاصة مع تصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز واللي بتعاد بفارق الصدارة بفارق يعني معقول مع أقرب المنافسين فريق برمات سحالين أربع نقاط ثم أنه لأهلي تسع نقاط واللي لسه لقم مبارتين مؤجلتين فبالتالي الأمور يعني بتخلي لعبت زمالك بتشعر تدريجيا أن الأمور قريبة السيناريو قد يكون مشابه للموسم اللي فات نسبيا أن تتخلي يعني بطولة الدوري في المتناول فبالتالي سبع موبارات مش كتير أن أنت تقدر تحافز على مشوارك ومسيرة الانتصارات حتى لو كانت المحطات اللي أنت بتعبية لمحطات صعبة زي محطة فيوتشر اللي كانت اكتزى الزمالك بنجاح أمس والموبارات القادمة أيضاً اللي ستكون أمام بيرامدز يوم الاثنين المقبل هتبع على قدر كبير من الصواب تأكيد لقاء صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثاني فبالتالي جزوالدو فريرا المدير الفاني البرتغالي عنده العناصر الموجودة التي بيقدر يستغلها بالشكل الأمثل رغم الغيابات رغم الظروف التي بيمر بها الفريق بشكل عام ومنع التعقدات لكن يقدر أنه يقدر يحافظ على سلسات الانتصارات على الجانب الآخر فيوتشر عمل المباراة كويسة جداً مبارح من حيث السرعة صحيح وكان عنده برضو دوافع لأنه رابع الدوري فكانت المنافسة جديدة مبارح وكان كل فريق كان حريص فعلاً أنه يثبت نفسه في الملعب وأنه يتقدم فيه ترتيب صحيح يمكن كان فيه السمال الغالبة فيه المباراة فعلاً الأداء السريع شوية فيوتشر من الفرق اللي بتقدم كرة كويسة جداً عندهم عناصر مميزة أحمد عاطف وأحمد رفعتهم محمد فاروق وجروا من العناصر اللي بتصنع الخطورة فيه التلت الأمامي لأي منافس شفناهم بيحققوا نتيج مميزة يمكن ضمان المشاركة فيه بطولة الكونفدرالي أفريقية يعني سبب نوع من الارتياح شوية فيه بقية المباراة ولكن شفنا فيه الآخر مبارتين ابتدى الفريق يستعد توازده مرة أخرى وأنه ينافس بقوة عشان يضمن أنه يختم الموسم فيه ترتيب كويس وبيحافظ على المركز الرابع اللي بيحتال له حالياً ب 42 نقطة فبالتالي شفت أداء كويس من فريق فيوتشر ومحاولة لأنه يخطف فريق زمالك من خلال الهجمات المرتدة يمكن كان جيم دفاعي أغلب شوية من فيوتشر ومدربه عالميات لكن قدر أنه يحافظ على تعادله لوقت تطويل من المباراة قبل ما ديئة 77 يسجل أو ديئة 74 يسجل الونج هذا في المباراة الوحيد بيرامدز على الجانب الآخر كمان فاز عايزة أعرف منك بقى هل ده إزاي ده هينعكس على موتش بيرامدز والزمالك بيرامدز بمناسبة مؤخراً أداءه بقى قوي جداً والزمالك كمان على الجانب الآخر عنده لست مباريات صعبة بردو أو بالتأكيد طبعاً فوز بيرامدز مهم جداً بالنسبة لصراع الصدارة ويزيد من المنافسة قوة واشتعال يمكن من الكلم الموسم ده تحديداً ما شفتاش من فترة كبيرة جداً منافسة ثلاثية على صدارة الترتيب كان دايماً فيه الأمطار الأخيرة زي ما بنقول أو الأسابيع الأخيرة من عمر مسابة الدوري بنشوف خلاص الصراع بيبقى شبه محسوم حتى لو صراع صنائي بيبقى بيظل صراع صنائي حتى النهاية زي الموسم اللي فات لكن السنة اللي بنشوف ثلاث فرق بتتنافس حتى اللحظة الأخيرة التلاتة عندهم حزوز قوية جداً فيه الفوز بلقب الدوري ما تقدرش تقول من الأقرب للقب ممكن فيه بعض الفرق يعني عندها مبارات أصعب شوية فيه الجوالات المتبقية الصراع أو الصدام المباشر ما بين الزمالكو بيرامدز أكيد هترقبوا الأهلي مستنى نرتيجة التعادل على الأقل تقدير اللي هي هتفيده بشكل جميل جداً عشان يتعصر المنافسين على صدارة الدوري ولكن بالتأكيد يعني هكي تبقى مبارات قوية في ناس مراونة على بيرامدز يعني في ناس شايفة أن بيرامدز دلوقتي بقى ورقة رباحة في الدوري بيرامدز الميزة النسبية اللي عنده طبعاً مدربه تكيس جنياس مش غريب عن الفريق سبق له أنه خط تجربة قبل كده مع بيرامدز ممكن ما كانتش بنفس القوة الحالية لكن هو كفريق عنده مجموعة متكاملة من اللعيب عنده في كل مركز أكتر من بديل فديل اللي بتديله أفضلية حتى عن الأهلي والزمالك بنشوف الأهلي بيعاني من الإصابات والغيابات فترة الأخيرة النادي الزمالك بالتأكيد أزمة إيقاف القيد واعتماد على عدد كبير من النشئين زائد رحيل بعض النجوم زائد أشرف بن شارق ومحمد ونجم وطارق حامد وأبو جبل وغيرهم أعتقد أنه دي بتضع الفرق زي الأهلي والزمالك فيه مأزق مقارنة بيرامدز اللي أراح خمس ست لعيبة من العناصة الأساسية بنتكلم في بعض الغيابات سواء للإصابة زي إبراهيم عادل أو إيركتراوري برضو تم إراحته نبيل عماد دونجا غيرهم من اللعيبة اللي مؤسرة ولكن مع ذلك لم يتأثر أداء بيرامدز شوفنا بيقدم نفسه القوة وحق فوز على البنك الأهلي صحيح أنه قادر يكمل نتصالات قبل كده طبعا ربعية على الإسماعيلي فبالتالي بيوجه جرث إنذار للفرق المنافسة أنه قادر على الفوز بالدوري مش بس منافس محتمل للمنافس عبدالي طيب كده من الترتيب الأربعة الأوائل الزمالك وبعدين بيرامدز وبعدين الأهلي وبعدين فيوتشر مصبوط طيب كل فرقة من دول قدامها كمباراة ومين المباراة سيكون صعبة هو بالتأكيد طبعا خلاص الزمالك وبيرامدز لعبوا نفس عدد المباراة بنتكلم في 27 مباراة متبقي لهم قدي متبقي لهم 7 مباراة كل فريق 7 مباراة نهد الأهلي تحديدا متبقي له 9 مباراة لأن الأهلي عنده مباراتين مؤجلتين أمام المقاولون العرب وأمام الإسماعيل المقاولين هيلعبها يوم السبت المقبل لسه مباراة الإسماعيل هتبقى لاحقا فبالتالي المباراتين دول هم اللي مدين له ميزة إضافية شوية أنه ممكن لو حقق فيهم 6 نقاط هيتساوى أو العملية هتبقى رائبة قوي في فرق النقاط حتى ده يمكن كلام البرتغالي فريرا مدرب لزمالك محبش يتكلم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة أمس عن المنافسة على القمة قال أنا مش كل الفرق لعبت نفس عدد المباراة فبالتالي ما أقدرش أحكم على مين المنافسة مستني المطشين بتوع الأهلي كذلك برضو الأهلي مستني المطشين لو ضمن أنه فاز في المطشين دول برضو هيكون فيه فرق عن الزمالك 3 نقاط بالتأكيد طبعا هتبقى العملية طبعا فرق النقاط يعني احنا بنتكلم حاليا الزمالك على الصدارة يعني فرق 4 نقاط مع بيرامدز فرق 9 نقاط مع الناد الأهلي والناد الأهلي لسه له مباراتين مؤجلتين فأعتقد أن الأمور ممكن تبقى قريبة لو الناد الأهلي قدر أنه هو يحقق الفوز في المباراة المؤجلة يمكن بتقرب العملية قوي في الأسبوع الأخيرة وأعتقد أن الحسم ليش هيبقى قبل آخر جولة من الدوري بالنسبة يمكن حاليا بتقول أصعب مباراة يعني ما تداش تقول أني أسهل وأني أصعب ربما اللي بيواجه الفرق ضمنت الهبوط بالفعل أو يعني مش ضمنت ما فيش لسه فريق ضمن الهبوط حتى الآن بالصفة الأسمية أو فرصته صعبة في البقاء أو اللي بيقاب الفرق من وسط الجدول اللي هي خلاص ما عندهاش طموح المنافسة على القمة أو خلاص باعدة بشكل كبير عن منطقة القاعة دي ممكن تبقى مباراة أسهل نسبيا مقارنة بمباراة مثلا مواجهات مباشرة بين الزمالك وبيرامدز أو مواجهة مع فرق بتنافس على البقاء زي الجونة زي المقاصة زي المقاولين زي الإسماعيل اللي لسه ما ضمنش أيضا بشكل ممكن حقيقة أنه في الدوري ده تحديدا المدربين بازين بشكل كبير جدا نتشاهد مين أبرز مدرب دلوقتي هل سفراش هل فرارة هل تكيس مين؟ هو طبعا مش هايزين يعني نظلم حد بنقول حد تفوق على آخر يعني حتى في مدربين مصريين قدوا بشكل كويس رغم البدايات المتعسرة يعني أنا بعتبر لكابتن طرق العشري مع طرق الجيش بشكل كويس جدا لكن أنا أخص جزفالدو فريرا مع نادي الزمالك لأنه هو يمكن هو صاحب الظروف الأصعب سواريش ممكن ما نقدرش نحكم على تجربته قوي مع نادي الأهلي جاي بعد فترة موسيماني لسه ما أقدرش يحط إيده بشكل كامل على عناصر الفريري اللي عنده يتعرف على قدرات اللعبين هو نفسه اعترف بكده قال أنا لسه ما دربتش الأهلي قال أنا كل ده ما بين الفارق ما بين المباراة والأخرى في فترة فتسكش فائل اللعبين بالزبط كده فريرا أنا شايف أنه هو اللي بيحققه في ظل مجموعة العناصر الحالية والظروف اللي بيمر بقى نادي الزمالك ده يحسب له طبعا وخبرات كبيرة كمدرب قدير ومخاضر مقدر أنه يتعامل مع الظروف دي ويخرج بيها بالشكل الأمثل فاز ببطولة الكاس بينافس بقوة على بطولة الدورة فأعتقد لو قدر للزمالك أنه يفوز بالدورة هتبقى يعني إنجاز يحسب لفريرا في المقام الأول طيب الأهلي فاز على المقصة لكن المباراة ما عجبتش الجمهور برضو فوضع الأهلي فنيا إيه الفترة اللي جايب هو فنيا هو علامة استفهام بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة للجماهير والأداء في الفترة الأخيرة يمكن أنا بلوم أكتر أو بحط الكرة في ملعب اللعبة هم المسؤولية الأكبر لأن نفس اللعبة اللي كانت في الفترة اللي فاتت بتأدي بشكل قوي وبتأدي بشكل مميز وتحقق الانتصارات بشكل أداء مقنع هي نفس اللعبة اللي يعني بتحقق الفوز بشقة الأنفس خلينا نقول من مباراة الأخرى ده نتيجة الإصابات طيب الإصابات والإجاد طبعا ما نقدرش ننكر تأثيرهم بشكل كبير جدا تلاحهم المواسم ممكن ده اللي بنحذر منه دايما ده اللي حذرنا منه طول الفترة اللي فات نتلاحهم المواسم هيجي عند مرحلة معينة ويصيب اللعبة بإرهاق ذهني وبدني بشكل كبير جدا حتى قرر اللعب في الملعب نفسه قراره مش هيبقى سليم هيبقى فيه حالة تشتت مش هيدي أفضل مجهود عنده بالتالي يعني ده يمكن الأزمة اللي بتواجه النادي الأهلي لكن هم الجمهور أو المشاهد برضو ما ببقاش له علاقة باللي بيحصل أنا ليا كلاعب ان انت بتأدي حتى بروح الفريق يعني ممكن الروح شوية تعاود الفنيات هي ده الحتة اللي بيولام فيها لعبة النادي الأهلي ان ما فيش الروح القتالية المعتادة منهم والقتال على الفوز بالضبط يعني ممكن حتى لو غايب الفنيات عنك في بعض المبارات أو الكرة بلغة الكرة كانت مش ماشية معاك ممكن ان انت تعود ده بالأداء بالقتالات الجمهور هيعذرك وهل تمس لك العذر ان انت بتأدي أفضل ما عندك في المبارات لكن نشوف أمام فرق أقل فنيا ما احترامنا لها طبعا زي الجونة ومصر المقصة النادي الأهلي بيعاني بحقق الفوز بشقة الأنفس حتى مبارات مصر المقصة يمكن سجل هدف ويعني الأمور كانت صعبت عليه في الدقائق الأخيرة فده اللي يمكن نسبب حالة من القلع عند الجماهير في باقي المبارات رغم ان هي أقل صعوبة من المنافسين شوية خلينا نروح بقى لآخر بقى الدوري هل تعتقد ان الإسماعيلي بعت شوية عن الهبوط بعد فوزه على الجونة هو بالتأكيد يعني مبارات زي ما بنقول بست نقاط لما بلعب مع منافس مباشر لها بتديني دفع قوي ان أنا أبعت شوية عن شبح للهبوط ولكن خلينا نقول إسماعيلي ما ضمانش بشكل كبير البقاء لسه برضو الأمور لم تحسن بشكل رسمي 29 نقطة ما بعدتوش قوي عن صراع الهبوط لانا نتكلم في المقاولين العرب وإسترونت كامبني في اللي هم أول مراكز الهبوط 24 نقطة فبنتكلم في فرق خمس نقاط مش كبير قياسا بالمبارات المتبقية وان هيبقى لسه في مواجهات مباشرة ما بين أهل القاة زي ما بنقول فبالتالي النادل إسماعيلي صاحب كان مهم جدا على فريق الجونا لكن محتاج لسه أنه يقامل موقفه بشكل أكبر لأن الصراع مشتعل زي ما بنقول صراع القمة مشتعل برضو صراع القاة مشتعل بشكل كبير جدا ويمكن باستثناء مصر المقاصة اللي خلاص موقفه بقى الشبس يعني الأمور صعبة جدا بالنسبة لأنه يكمل في الدورة الممتازة نتكلم إن كل الفرق المتاحة بالنسبة لها الفرصة زي إسترون كامبني المقاولين الجونا غزل المحلة حتى الإسماعيلي كلها يعني عندها فرصة للبقاء والبعض عنده فرصة أنه ممكن ما يكمل شيء طيب نروح لودية تجمع مصر والأرجنتين استغل وجودك بقى ونتكلم عن هذه المباراة لقاء هيكون مهم جدا ما بين ميسي ومحمد صلاح أكيد يعني هو طبعا روي فيتوريا المدير الفني للمتاخب الوطني يمكن منذ قدوم وكان حطت أولويات له أو حاجات هو طالبها منها المباراة الودية أكيد طبعا بعد قرار الاتحاد الأفريقي أنه يأجل تصفيات كاس الأمم الأفريقية اللي كانت هتلعب في سبتمبر المقبل بناء على طلب من الفرع المشاركة في كاس العالم عشان بيعندها فرصة استعداد أفضل فدي برضو قدت فرصة للمنتخب المصر وجهاز الفني الجديد أنه يقدر يحط استراتيجية مختلفة يحط فترة إعداد أفضل من اللي كانت مع سواء كابتن إهاب جلال اللي كان فترة قصيرة في قيادة المنتخب الوطني أو مقابلة ذلك المدير الفني كارلوس كيروش واللي ما حصلش برضو على فرصة كافية لإعداد المنتخب رغم أن كان عنده احتكاك قوي طولة كاس الأمم الأفريقية والتصفيات المؤهلة لكاس العالم فبالتالي هنا لما يبقى في فرصة احتكاك قوية أو مباراة وضياء قوية أمام منتخب زي الأرجنتين أعتقد أنها تبقى فرصة للجهاز الفني يدي دوافع للعيبة أو يحفز لعيبة الدولة المصري أو المحترفين أنه يبقى عندهم فرصة يعني مباراة عالميا تلعب قصاد الأرجنتين ونجوم العالم لسه مازال يعني تحت النظر طبعا طلب قدم من الأرجنتين لو يتلاعب في أبو زابي في شهر نوبمبر تحديدا قبل كاس العالم بشهر فهي تبقى طبعا في فرصة لطيفة وأعتقد بما أنه موتش ودي كمان فنبقى نتفرج عليه وإحنا عصابنا مرتاحة وموتش دقاء ما بين ماسي وصلاح فأعتقد أنه يكون موتش مهم وموتش ممتعينا كلنا لو بالفعل تمت إقامة المورا وبنشكرك طبعا جزيلا شكرا ناقد أرياضي أمير نبيل نورتنا في صباح الكريم شكرا لحياك بكل السلام